شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول موضوع الشبهات في إطارها الكل لعل الحاجة إلى تناول هذا الموضوع قديمة بقدم التاريخ ولكن الحاجة إلى هذا البحث في هذا اليوم تبدو أكثر الحاحن لأنه العولمة الثقافية التي هي شعبة من شعب العولمة أدخلت الشبهات في كل بيت وفي كل غرفة ويبدو أن هناك أفرادا تستعجرهم جهات مشبوهة أو دول مشبوهة بعنوان أجراء للتشكيك للتشكيك في جميع الحقائق الدينية لعل الهدف لا يكون أن ينضوي المتدينون تحت لوائهم وتحت دينهم لأنه من الصعب جدا رجل رجل مؤمن متدين يترك دينه وينضوي تحت لواء دين آخر هذا يبدو شيء صعب صعب جدا لعل هذا ليس هو الهدف الهدف إدخال الشك في قلوب المؤمنين في الحقائق الدينية إدخال الريب في قلوبه قطعهم عن ماضيه إحنا الآن منشدون بالماضي كل أمة منشدة بماضيها يحاولون أن يقطعوا هذا الانشداد بالماضي حتى نكون كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار هذه الهوية الحضارية التي عندنا يسلبون منا هذه الهوية هذا يكفيهم هدفا ويكفيهم إنجازا في هذا المجال نتحدث بإذن الله تعالى حول موضوع الشبهات ضمن محورين المحور الأول ما هي الشبهة المحور الثاني ما هو الموقف تجاه الشبهات أولا ما هي الشبهة الشبهة مأخوذة من مادة التشابح عندما يكون هناك شيئان بينهما مائز وبينهما فاصل التمييز والفاصل بين هذين الشيئين يكون أمرا هينا وسهلا ولكن عندما يكون هناك تماثل بين شيئين وتشابح بين شيئين الفصل فيما بينهما والتفريق فيما بينهما يكون أمرا صعب لعلكم لاحظتم في بعض العوائل يوجد هناك توائم توائم متشابه في كثير من الأحيان واحد يشك أن هذا هو عمر أو هذا هو أخوه أحيانا يكون التطابق بينهما تطابقا كليا أو شبه كلي عندما يشبه أحدهما الآخر التفريق بينهما يكون أمرا صعب أحيانا يكون هناك باطل محل يعرف أنه باطل وأحيانا يكون هناك حق محل يمكن التعرف على هذا الحق بسهولة المشكلة هنا عندما يكون باطل يرتدي ثياب الحق يرفع لواء الحق عندما يختلط شيء من الباطل بشيء من الحق إهنان تشحون بالشبهات الأنظمة الأنظمة التي تقدمت خلقت واقعا اجتماعيا معينة ولذلك عندما جاء أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه عانى كثيرا من تركة ذلك الواقع أنا أذكر لكم بعض النماذج من نهج البلاغ أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه في خطبة رقم ثمانية وثلاثين يقول الإمام صلى الله عليه في خطبته أو في كلامه ويبدو من بعض الشراح أن الإمام صلى الله عليه ذكر هذه الخطبة أو هذه الكلمة في قضية الجمل قضية الجمل كانت قضية مثيرة الذين خرجوا على أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه ما كانوا أفراد عاديين في الجيش الذي خرج على أمير المؤمنين صلى الله عليه توجد زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وعليه الأفراد عادة يقيمون الحق والباطل بالأفراد بينما القضية يجب أن تكون معكوسة الأفراد يقيمون من خلال الحق والباطل في هذا الجيش يوجد هناك صحابي كبير كطلحة في هذا الجيش يوجد صحابي كبير كالزبير هذه القضية اشتراك هؤلاء في هذه الفتنة وفي هذه المعركة أوجب اختلاط الأمور على بعض الأفراد الذين لا بصيرة لهم الإمام صلى الله عليه يقول وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق باطل ولكن هذا الباطل يرتدي قناع الحق فيختلط العمور فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمار هذه كلمة لأمير المؤمنين صلى الله عليه هناك كلمة ثانية في خطبة رقم خمسين الإمام صلى الله عليه كما يذكر بعض الشراح ذكر هذه الكلمة في قضية التحكيم قضية التحكيم أيضا كانت من القضايا التي اختلط فيها الحق بالباطل الباطل رفع فيها شعار الحق أبو موسى الأشعري يجتمع مع أن الإمام ما كان راضي بأبي موسى الأشعري ولكن فرض ذلك فرض هذا الرجل الإمام حذر أيضا اجتمع أبو موسى الأشعري ويعمر ابن العاص عمر ابن العاص أولا اتخذ تكتيك لخداع أبو موسى الأشعري أخذ حاول أن يكسب قلبه أخذ يقدمه ما كان يتقدم على أبي موسى الأشعري كان يناديه بتعظيم كان يقول له يا صاحب رسول الله عندما كانت الصلاة حين وقتها كان يقدم ويصلي خلفه عندما كان يصير وقت الطعام ما كان يبدأ بالطعام ما كان يمد إيده إلا إذا أبو موسى الأشعري يقدم يده أولا بهذه الطريقة كسب قلب أبي موسى الأشعري هاي قضية خطيرة في كثير من الأحيان القضايا العاطفية تتدخل في قضية الحق والباطل واحد يكسب قلب واحد أولا ثم يقترح عليه اقتراح معي هذا مشترى من الناحية العاطفية اشتراح عاطفيا وقلبيا ثم بعد ذلك خلط الحق بالباطل عمرو بن العاص قال لأبو موسى الأشعري هذه القضية تجدونها في بحار الأنوار إذا حبيت تراجعونها قال له الآن هناك فتنة بين المسلمين علي من جانب ومعاوية من جانب الدماء يمكن أن تراق فتنة قائمة أفضل شيء أن نخلع علي ومعاوية ونجعل الأمر شورى بين المسلمين وأمرهم شورى بينهم الله لاحظوا خلط حق بباطل الشورى نظام قرآني وأمرهم شورى بينهم ولكن أين محل الشورى الشورى تكون في المنطقة التي لا يوجد فيها نص عندما يكون هناك نص قرآني نص نبوي لا معنى للشورى هذا مثل واحد يقول حدث هناك حرب بين خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وبين أبي سفيان في معركة بادر في معركة أحود لماذا تقع هذه الفتنة نحن نخلع كل الطرفين ونجعل الأمر شورى بين الأم صحيح هذا المنطقة عندما الله يعين النبي نبيا ما كو مجال للشورى عندما الله يعين عليا إماما معنى ما كو للشورى معاوية كان يمثل الفئة الباغية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي مو أنه إخلع الباغي والمبغية عليه الأمر شورى ونخلع كل الطرفين خدعه أولا كسبه قلبيا وخدعه بخلط الحق بالباطل أبو موسى الأشعري وصعد المنبر أو ما أشبه ذلك وقال أنه إني خلعت علي من الخلافة كما أخلع خاتمي من يدي وطلع الخاتم من إيده ولعله أدخلها في يده الثاني عمر بن العاص قال هذا خلع صاحبه ولكني أثبت صاحبي معاوية في مكان الإمام صلوات الله عليه يقول إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يجي فد واحد يرفع راية ضلال يطرح شبه في الأم مو شرط هذا الفرد أن يكون باطلا محظا إذا كان باطل محظ كان يقول ماكو دين الدين خرافة الكل كانوا يعرفون المشكلة أن هذا الذي يرفع الراية يخلط الحق بالباطل فينطل الأمر على السد أهواء تتبع واحد عنده ذوق معين الذوق هذا مو ذوق تحكيم الذوق في الدين الدين مو قضية ذوقية الشيطان ما كان مذاق أن يسجد لآدم الدين مو قضية ذوقية هذا الدعاء ما يعجبني إذن هذا الدعاء باطل هذا الحديث ما يعجبني هذه الفكرة ما تعجبني الدين مو قضية ذوقية الدين هو التسليم لله سبحانه وتعالى أهواء رجل عند هوا معين تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجال هذا الذي يرفع الراية جماعة يتعصبون له ثم يقول الإمام صلوات الله عليه فلو أن الباطلة خلص من مزاج الحق يجي صريح إلى الميدان لم يخف على المرتادين مرتادين يعني الطالبين للحقيقة واضح حق باطل واضح باطل مكشوف ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث شوية حق شوية باطل شوية إقرار شوية إنكار فتختلط العام ويحدث هناك غبش في الرؤية شايفين بين الطلوعين يحدث هناك اختلاط بين النور والظلام واحد ما يشوف أن هذا اللي يجي من هو هذا الشبح ما هو ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث الضغث كما يقول الشارح يعني قبض من حشيش مختلطة اليابس والربط يختلط فيها فيمزجان فهناك يستول الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسن بعض يهلكون وبعض ينجون الآن ما هي علة النجاة ما هي علة الهلاك هذا بحث آخر لماذا ينجو الناجون لماذا يهلك الهالكون هذا يحتاج إلى بحث آخر وهناك كلمة أخرى أيضا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الكلمة الأولى ترتبط بفتنة الجمل الكلمة الثانية ترتبط بفتنة صفين هذه الكلمة الثالثة ترتبط بفتنة النهروان وقضية الخوارج الإمام صلوات الله عليه في الحكمة رقم 198 الخوارج كانوا يقولون لا حكم إلا لله شعار واضح كل مسلم يقبل هذه الكلمة الشعار الشعار شعار حق ولكن ماذا يراد بهذا الشعار اللي يراد بهذا الشعار التمرد على حكومة أمير المؤمنين شوفوا خلط خلط المفاهيم بعضها مع البعض الآخر بعضها مع البعض الآخر إن الحكم إلا لله هذه من الثوابت القرآنية قضية واضحة ولكن ما هو الهدف من هذه الكلمة كيف نطبق هذه الكبرى على هذه الصغراء الخارجية لا حكم إلا لله إذن الحاكم هو الله إذن يجب أن يخلع أمير المؤمنين صلوات الله عليه من الإمارة والحكومة والخلافة والخوارج يتمردون لا يخضعون للحكومة أكو فرق لا حكم إلا لله ولا حاكم إلا الله يعني من يعني من يحتاج إلى حاكم من يحتاج إلى حكومة شعب بلا حكومة أمة بلا حكومة الإمام صلوات الله عليه لما سمع قول الخوارج لا حكم إلا لله قال كلمة حق يراد بها باطئ حق ولكن المقصود هو الباطئ هذه هي الشبهة اختلاط الحق بالباطئ رفع راية الحق لتمرير عمل باطئ ما عدنا أمة بلا دولة لا يمكن أن تعيش أمة بلا دولة شعب بلا دولة هذا فوضى يجب أن يكون هناك حاكم ولكن هذا الحاكم يجب أن يحكم بحكم الله لكن هم شنو كان مقصودهم التمر شعب بلا حكومة هذا هو البحث الأول البحث الثاني على نحو الاختصار ما هو الموقف تجاه الشبه الآن هذا العصر عصر الشبهات شبه في كل حقيقة عجيب ألا واحد إذا يدخل في هذه الشبكة العالمية يجد أنه ما من حقيقة إلا وأثير حولها تشكي كل شيء قضايا العقائدية القضايا التاريخية القضايا الفقهية القضايا الاجتماعية تشكيك عصر التشكيك ما هو الموقف هناك نقطة تتعلق بعموم الناس بعامة الناس وهناك ثلاث نقاط ترتبط بنا نحن الذين انخرطنا في سلك طلب العلم الديني أما النقطة التي ترتبط بعامة الناس فهي الرجوع إلى أهل الإختصاص هذه قاعدة عقلائية وقاعدة قرآنية أيضا الإنسان في كل بعد من أبعاد الحياة يرجع إلى أهل الإختصاص الإنسان عندما يمرض يرجع إلى الطبيب الطب الآن أيضا تحول إلى فروع عندما واحد عينه يحدث فيها إشكال ما يرجع إلى الطبيب الأسنان وإن كان ذاك عالمه لكن هذا مو شغلة هذا مو اختصاص انتو تبحثون عن الخبير الذي يملك الإختصاص في هذا البعد ولعله كثير من الأفراد يتقيدون بالرجوع إلى أعلم المختصين حتى إذا هذا خبير في العيون ولكن يبحث من هو أفضل طبيب في العيون يمكن يسافر إلى بلد آخر لأنه ذاك هو الأعلم والأدق والأفهم القرآن الكريم أيضا يؤكد هذه القاعدة العقلائية يقول فاسألوا أهل الذكري إن إن كنتم لا تعلمون الناس الناس ينقسمون إلى قسمين من يعلم ومن لا يعلم وظيفة من لا يعلم شنو أن يرجع إلى من يعلم الرجوع الرجوع إلى أهل الاختصاص الفاقهين في ذلك البعد وفي ذلك المجاو القضية القضية قضية قضية خطيرة قضية الدين قضية خطيرة ليس قضية عادية واحد يأخذ الدينه من أي شخص كان قضية الدين جدا دقيقة لأنه يمكن يبتني على الرافض أو على القبول أنه واحد يخسر حياته الأبدي واحد يروح في خط الضلاء ليش لأنه راجع غير المختص حتى إذا يكون عالم لكن يجب أن يكون عالما في هذا المجال في قضية عقائدية في قضية عقدية ما يمكن أن نراجع إلى طبيب أسنان لأن طبيب الأسنان ما إلى تخصص في المجال العقائدي كذلك لا يمكننا أن نرجع إلى عالم الناحو واحد متبحر في علم الناحو سيب ويف الناحو ترجعون له في قضية عقائدية عقدية لا ما يفقه في هذا المجال ما باذل وقت في هذا المجال ما صارف جهد في هذا المجال أحد قبل كم يوم قال لي إن فلانا واحد لا أعرفه طبعا أنا يقول إن ابني 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 أعلم في هذا المجال من علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه قلت قلت النقل لي على ما أتذكر قال بحسنة ووجدنا أكثر من ثلاثة آلاف رواية في علم الإمام ثلاثة آلاف واحد يطالع كتاب واحد يشوف أكو بروايتين نفرض شوي يعرف مباني الجرح والتعديل يجد أن هاتين الروايتين ضعيفتان فينكر القضية هذا مو عمل علمي هذا مو منهج علمي ثلاثة آلاف رواية أو أكثر تريد أن تحللها وتدرسها تحتاج إلى علم الأصول الأصول يمثل القاعدة للتحليل يحتاج إلى علم الرجال يحتاج إلى علم الدراية ثلاثة آلاف رواية اذهب كون المباني أتقن المباني تعال استخرج هذه الروايات أدرسها من الناحية السندية أدرسها من الناحية الدلالية ماذا يطول هذا دراسة ثلاثة آلاف رواية بعدين تعال أبدي رأيك في هذا الميدان إذا أنت من أهل الرأي وأهل النظر فوظيفة فوظيفة الناس في قبال هذه الشبهات في قبال هذه الطروحات الرجوع إلى أهل الاختصاص الاختصاص في ذلك المجال يعني إذا أردت أن تحللوا قضية في علم الإمام ترجعون إلى من صرف من عمره سنة كاملة في دراسة هذا الموضوع مو إلى أي واحد وإن كان عالما في مجال آخر العم حفظه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله كان يقول مجموعة من المجتهدين اجتمعوا لبحث مسألة فرعية جزئية واحد منهم الحاج آغا حسين القمي المرجع المعروف واحد منهم الشيخ زين العابدين أربع من المجتهدين وبعضهم فيما بعد كانوا مراجع للتقليل لبحث مسألة واحدة ثلاثة أسابيع متواصلة بحثوا في هذه المسألة أربع من الخبراء أو أكثر ثم بعد ذلك لم يخرج بنتيجة قاطعة في قضية فرعية عد واحد يجي في المسائل الدينية الخطيرة ويفتي كما يحيي قضايا العقيدة فيها قضايا الظلال فيها قضايا الإضلال إذا واحد أضل الناس مو معلوم أن توبة تقبل بمجرد أستغفر الله يمكن هذا يمثل خط ظلال وخط انحراف على مر التاريخ واحد قصر قصر أبي هبير قضية دراهم معدودة ذلك الرجل النعمان ابن ثابت أفتا خطأا اعتمادا على رواية الخراج بالضمان خطأ خطأ في دراهم معدودة فما من أحد منكم عنه حاجزين إذا نبه الشكير إحنا نجي بالدين بأذواقنا بأهوائنا أهواء تبتدى ذوقي رأيي تحليلي بدون مراجعة هذه النقطة الأولى التي ترتبط بعموم المؤمنين ثلاث نقاط على نحو الإشارة ترتبط بنا النقطة الأولى ينبغي علينا أن نجعل العقائد ضمن المنهج النحو ضمن منهجنا الفقه ضمن منهجنا الأصول ضمن منهجنا العقائد أيضا يجب أن يكون ضمن المنهج إذا العقائد ما كان ضمن المنهج واحد والعياذ بالله يكون بلا مناعة الفرد اللي ما إلي مناعة هذا أقل مكروب يقضي عليه لا تقولون هاي قضية بعيدة هاي قضية كلش قريبة لأن الآن في هاي الغرفة إذا تجدون جهاز يمكن هذا الجهاز يستخرج لكم مئة ألف شبه ومئة ألف نظرية باطلة نحن نحن مختلطين نحن مثل واحد يعيش في أجواء موبوءة إلى أبعد الحدود هذا إذا جهاز المناعة ما لضعيف يسقط الذين سقطوا من كانوا أفراد كانوا فاقدين للمناعة الشيء الأول يجب أن نجعل العقائد ينبغي أن نجعل العقائد ضمن المنهج عقائد أهل البيت صلوات الله عليهم وعقائد اليونان راجعوا ما يقوله النجاشي النجاشي في رجاله يقول كنت أتردد على المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي وكان هنالك جملة من أصحابنا يدرسون كتاب الكافي على أحمد ابن أحمد الكوفي الكافي كان أحد الكتب الدراسية كان يدرس الكافي في حوالي ستعش ألف حديث كم نعرف من هذه الأحاديث الكتب العقائدية كتب الأحاديث ينبغي أن نجعلها ضمن المنهج هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه ينبغي أن لا نتسرع في اتخاذ موقف وإنما يجب علينا أن ندرس وأن نتأمن وأن نفكر وأن نحقق أما أنه فورا واحد ينفي فكرة أو يثبت فكرة هذا خطأ من الناحية العلمية ومن الناحية الدينية هذه هي النقطة الثانية أكو قضية مطولة الآن ما أريد أذكرها بتفصيلها تنقل حول كاشف الغطاء يقول أنه طالعت فرعا من الفروع الفقهية وبحثت عن دليله فلم أجد دليله بحثت في مضان هنا هناك هناك ولم أجد فقلت سامح الله الأقدمين قالوا شيئا بلا دليل يقول نمت فرأيت لعله المحقق الحلي فأعرض عني في عالم الرؤية قلت له لماذا أعرضت عني قال لماذا تقول هذه الكلمة الفقهاء القدماء بحثوا بحثوا تعبوا الكلين عشرين عام بذل من عمره لكتابة الكافي العلامة المجلسي كم من الأعوام بذل من عمره وكم من الجهود تحملها حتى كتب البحار وانت فورا تجي تبحث وتقول هذا المطلب ما كو علي الدليل الدليل في فلان مكان روح راجع فاستيقظ كاشف الغطاء وهو يبكي ما يمكن واحد يسرع بسرعة ينفي ما كو دليل هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة ينبغي علينا التصدي لحل الشبهات ولو التصدي بشكل إيجابي التصدي بشكل إيجابي يعني واحد يطرح الحقيقة وإن لم تكن بعنوان الرد على الشبهة علماؤنا الأقدمون كانوا يفعلون هذا الشيء العلام الحل رحمة الله تعالى عليه لاحظوا كتاب قصص العلماء يقول واحد من الأفراد البعيدين عن خط أهل البيت صلوات الله عليهم كتب كتابا في انتقاد مذهب أهل البيت وأتباع أهل البيت وكان يأخذ هذا الكتاب ويقرأه في المجالس ويلقي التشكيك في الأذهام ولكن ما كان يعطي هذا الكتاب لواحد ليش حتى هذا الكتاب لا يستنسخ فيرد العلام الحلي فكر ماذا يفعل علماؤنا كانوا مواكبين للشبهات وكانوا يردونها شبهات لها حالة تجدد ولو تجدد في الأشكال والصور قال لواحد من تلاميذ الروح تتلمذ عند هذا الرجل إجه هذا التلميذ تتلمذ عند ذلك الرجل وبعد فترة طلب منه الكتاب لليلة واحدة فأعطاه الكتاب العلام الحلي أخذ هذا الكتاب وأخذ يستنسخه من أول الليل إلى السحر حتى يرد عليه فيما بعد ولكن كان منه متعة كتاب ضخم أيضا فغفى العلام الحلي ونام وسقط القلم من يده عندما استيقظ تأثر جدا لأنه الوقت انتهى ولم ينهي الكتاب ثم بعد ذلك فتح الكتاب ووجد أن كل الكتاب قد استنسخ القضية التي تتم راجعها في قصص العلماء بالقدرة الغيبية العلماء كانوا مواكبين الوظيفة الأولى أن نجعل علم العقائد ضمن المنه جزء برنامج الوظيفة الثانية أن لا نتسرع في الحكم وإنما يجب علينا التأني الوظيفة الثالثة أن نحاول التصدي لهذه الشبهات وننقذ المجتمع منها لأن هذه الشبهات تحاول أن تسلب من الناس دينهم ودنياهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قناة 2 5 6